موسيقى موسيقى أختي عفك دكتور السلام عليكم دكتور عفك بريت نهضر معك علاق الوالد عنده سكر وعليه يطلع له شيئ كياخد الفاند مهم وعلى هدك الماء البصلة والعسل كيف شطريقة غديدير لها هو مادش تعتين العسل هتعتين في ديسون على الرق تعتين قبل الإفطار وتعطي عصر البصل 50 كران في كاس كبير الماء مغلي سوف يشربه قبل الإفطار ومع العشرات السباح وقبل الغداء بربع ساعة ومع الربعات العشية وقبل الغداء بربع ساعة ولكن منوع المواد الحيوانية إلا السمك والخضرات الكثير فيها المعدنون سوف تسكرون في النهر إذا هذا الأسلوب سوف ينقل القنوات الدموية ويعود يطلع قنوات جديدة وهذا أولا سوف يضمن حسن اشتغال الكبير والبونكريا يلا سجلوه ومن يتنجحوه أعمموه والأسلوب اللي كنا نشرنا صدقة جارية لبكتدينا الحمد لله تتبعوه وشاهدوش هذا لكما عمرنا مخفضنا السكري إلا عن طريق هذا الأسلوب ما هو؟ زيت زيتهم على الرق الماء البصر قبل وجهة الأكل بطريقة اللي يتكلمنا تجينت الحوط الخضرات ما طيباش وذات المادة اللي تنعطيكم سبيله نسمع القصغيرة مع شو هذا المادة فيه خليه واربع ساعة تنصفها وتنشربوها قبل الإغضاء وقبل العشاء وتنشربوها عند الاستعجالات إذا هذا الأسلوب الأسبوع الأوبدة نتائج الأولى دليل أنه التنقية السكري أساسية ومحورية نعم خديجة من مراك السلام عليكم السلام عليكم أختي أمينة لبس عليك الحمد لله لا يبرك في دير الدكتور لبس عليك مرحبا لكم مبارك الله يبرك فيك نقول لك دكتور وليد جريفة السكار كينا كيعمل لنسولة ينشحال هذه وده قطعة وده كيأكل طمر مع الصباح تنقول ليره تمزد زي ما نخصك شتوكله وكيأكله بغيط زي ما شري جيم واش كينا وكيأكل بغيط زي ما شري جيم السكار سيكون لك الدكتور بغيط زي ما تقول لك سيكون لديه أحضر من الكلاوي مبروك إذا الناس تديروا الليزر لن يتعرفون العقل أطباء ما شاء الله عليهم من يسمعونك هذا النجاح ويبدأ يعطيه المعدنون في التغذية سيكونوا يجنب أثناء 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 في الضي ما يجنب وفشل الكلاوي ويضعف الكلاوي يسبب الفشل الكلاوي أنا سيكون لك الدكتور نعم لديك نوع لديك نوع لديك نوع نوع الفصفات في التغذية وين تغذية وإن أحضر ممكن نستعمل البربان ممتاز البربان ممتاز لديك نوع الفصفات هو القاعدة مثل تقدم مواد يحل يقلب على الكالسيوم الذي كان في الفصفات الذي أحضر لديك ولكن ضروري ما تتعمل ماء البصل والعسل مع اخر التفاح من جهات 3 3 5 مرات في اليوم زيت زيتون على الريق او مع التومة وعطي البربا مع المعدنوس والتوم والتفاح 5 إلى 6 مرات سيكون مهم جدا علما وعطي البربا دكتور والطيبا خضر الله يعطيك العقل يالا وسلام عليكم شكرا لك خليجة من مرات شكرا على تسارك سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم يقول الوالد جالي عنده السكر تقصولي كلاوي ورجلو اليمنى من فوخة بزاف عطاها الطبيب الانسولين 14 لسة واش كينش علاج طبيعي للكلاوي على كيف تكلمنا احسن علاج الفشل كلاوي على مدى الحياة عقلو لي عنده شيحد عزيز وفي الفشل كلاوي هادو ناسو قاونا تأيش ثلاث أسباع الأولى وخيكون تدير ثلاثة الحصة في الأسبوع وخمتي بولش غي لاحظ أنه لابدي تدير زيت زيتهم على الريق ثلاثة معلقة كبار مرقدة في هاتثومة مع خمسة صباح ساعتين قبر الإفضر غابدي ياخد عاصل البصل ثلاثين جرام مع عسل ثلاثين جرام عسل سيدر أولى تيرقض نس ساعة وياخدوا مع سبعة صباح قبل الأكل بساعة وياخدوا مع العشرة صباح وقبل الغداء بساعة وياخدوا مع أربعة عشية أو قبل العشرة بساعة ومن يجي ناس أسبوع الأول جسمه ما تبقاش داك لعيا هادو كلهم 6-800% دي الناس اللي عندهم فشل كلاوي تشهدوها تشاهده وعندي المئات باش منقوش عندي كثير من ألفين حالة دي نحات مميزيان؟ إذن فهدو كلهم اللي تشهدوها تشاهده هادي بإمكانوا على أنهم قشتت بعياد المفاصيل حتى لو دخلو الدياريز تحسوش في ذات العياء الغريب في الأمر أنه من بعد ثلاث أسابيع لم يتيبوش بدأت يبول واش ديتهم صعيب واش البصل اللي عصار صعيب هادي هاديات كل واحد عندهم فشل كليو على مدى العالم والزمان والمكان إذا الله يريد عليكم تكلموا وحاولوا تقربوا لهذا الخير ثالثان الناس اللي عندهم السكري وتديروا والناس اللي عندهم السكري وتديروا لانسولين عوض ما يديروا البصر والعسل غالي يديروا 30 جرم ديال البصر العاصي ما كاز دلمه مغلي ويديروا خلتفاح مع القاة كبيرة أو يجبوا مع القاة دلمه ويأخذوا كذلك مستوقيت اللي يذكرنا الساعة قبل الإفطار مع العشرات الصباح كاز عوض قبل الساعة قبل الغداء مع العصر الرباد العكية قبل العشاء بحد الساعة وعند النوم هذا الأسلوب إلا تتبعناه مع تجنب كل مواد الحيوانية إلا السمات الأبيض اللي فيه الشوك ثم الأكل تعلق المعدنوس بالزاف ونحاولوا استعمالتهم والمعدنوس وممكن نختار المرجان أنه يكون قيب شرط عندما تأخذوا شيء مرجان ما يكون شرور مستوى هكذا قديم كنا نضبطوا الفشل كلاوي ثلاث أسابيع الأولى بإسم ديبول ممكن خمس أسابيع حسب جسم القدرات والقدرات دي لكل شخص ثانيا أنه غادي نحسوا أنه داك العيالي تيكون مبقاش وعندين هاس لقلون يمشوا الفشل كلاوي كانوا مهددين بالفشل كلاوي مني تبعوا منهم شاب عنده شيء 30 سنة تبع في المقص دي الفش مني مبع ثلاث أسابيع ممكن خمس أسابيع مني أرجاع اللوبيطان مبقاش لإستعجال وتعجي جبول أطباء ليس فقط حتى اللي تبعوا الماء والبصل لمدة ثلاث أسابيع بنت عندها 18 سنة فأقدير أنه الطبيب شفت تنسيون نزلت من 17 كان طالعة 18 تدبار أراها 14 وبنت تتبول فليت تعجال ربحنا والعياء التعليمين وربحنا وعندها الباكة هذا العام لا ينجحها إذن تمكن لها حاليا تمكن لها جيت ما يخف ليبقاش ذاك العياء وهكذا تمكننا نقضوا كثير من الناس من الفشل الكلاوي من الناس اللي تديرون تصفية والناس اللي تديرون تصفية تمكننا نعرف فيهم من هذه الحالة إذن فنعمموا هذه الوصفة من هذه البلد الطيب نعم نذكروا طبعا أن الفصالات لديكم ستكون خاصة إن شاء الله على مرض سكري نرجو أن الفصالات ستكون في هذا السياق وكذلك حتى الرسائل لكم هكذا باش نقدروا نقرأوا طبعا رسائل لفهذا الموضوع تصالات على صفر 22-30-30-30 عبر الأسمال 5-5 ستاسا نخضو غنيا سلام عليكم عليكم سلام عليكم مرحبا غنيا سلام عليكم أنا نخضي بخالة بسيليك الحمد لله برسيك سلام عليكم دكتور دعلي مرحبا مرحبا أخويا بريت نحضر ما يكن اللي يحفظك اسمحي يا بزاف نعم تفضلي سأختي أنا عندي القواطر نعم أنا فتحاليهم وكنت شربت مشكلة نعم 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 و�� packed نشرب وازل وضغم ويأ ڤرموس بسة وuellement وليس نتيجة ومعرفت شنون دي أختي غنيا ومعندك لا تكذير ذكر لا توجد سلطة الله يجازي تكون بخير إذا لم تكن لدينا مراد ولم يكن تتفقين لكم ومعرفت المراد السكر نحن سيطلقون في حالة أخرى تكن لن يجعلك فإذا رجائن لكن للمراد يطلب الله لا يكن لدينا مراد الله يجازي تكون بخير وذلك سوف نتجه من مراد موضوع السكاري تفضل؟ هو دائما لاحطيه بالنسبة لي كيف بشكل عام باش نركزه على مرات السكاري ونعطيه حق الكافي انه ديمن البصل والعسل 30 غرم بصل عصير زائد 30 غرم عسل يكون في الحالة سيدر او يكون زكوم مثلا انه ترخد نص ساعة تناخده الوجبة الاولى مع سبعة بسباح ساعة ونص قبل اي اكل وجبة التانية مع داك العشرة العشرة ونص ديمن ساعة ونص قبل اي اكل وناخده مع 4 اشياء بنص القاعدة ديمن تنجده بصلعة الجديدة وتناكله في البلاسة من تنجده الوجبة التانية تنجدها جديدة وفي البلاسة تناكلها اذا عدنا خمس مرات هذا الاسلوب تناكله ديمن قبل الاكل بتاعها ونص من جهة زيت زيت على الريق تجنب كل مواد الحيوانية 100% والمزيد من التركيز وتعميق العمل مع المتابعة لتأخذنا تقريبا هذه المشكلة ست شهر دي العمل لتنجد ملف ديالو ونتابع معه طريقة جيدة متميزة فقط للاحظ نصفهم يقيدوا هذه الوصفات بش يضبطوها ومن تنتبعوا وتنجحوا تنحاولوا نقيدوها بتختار دياله ويقاية اللي كنا نظن عليه ثلاثان بش منين نجحوا بطريقة اللي نجحنا نعاوض نكروا عملية النجاح بدون فشل وبالقيمة عالية من جودة عالية في المتابعة حسن ديملال حسن سلام عليكم تحية لك وتحية للدكتور وتحية لك شكرا شكرا بسبالي أخذ الدكتور العلوي المصابد على السكاري منذ عشر سنة وتالي وكان بقلانتورين ثلاث مرات في اليوم ولكن في الأمل أولا أخيرا نحف بالتعاد شديد وإرعاق المفاصيل ونوع من العياء ومن ناحية البرد الجنسي لدينا دواع هذه شكرا عندي غلطة مثالها نعم شو غد تأخذ ديتون على الريق ساعتين قبل أي أكل خمسة سباح وثانيا تأخذ الماء والبصر مع أخذ التفاح نفس ساعة قبل أي وجبة مثلا السبعة ونصف تأخذ قبل الفطر بنفس ساعة ومع العشرة تأخذ فقط بعد ساعة وقبل الغداء بنفس ساعة ومع العصر وقبل العشار بنفس ساعة ومن يجي تناس دي لواحد ثلاث أسابيع وتبدأ الحيوية الغريب في الأمر هذه وصفة للتنقية ليس فقط لتخفيف كثير من السموم من الجسم نحن نستعملها بهذا الأسلوب الجسم تعاودي يجدد مناعته من جهة وحيويته من جهة ثانية والقناوات الدم تثبت تثبت الدم بطريقة صحيحة وتتلاحظ أن الجسم تبقى في ذلك الخمول والدم تطلع إلى الجلد تتحس بوحد الحيوية وأكسيجيناسيون في الجسم مهمة إذا استبعت هذا الأسلوب لمدة ثلاث أسابيع ستصل بنا واحد وثانيا لشتي السكرية ستصل بالطبيب وتشوف الكمية ويجب أن نخفضها بشوية فهو تضح وثقة أو راق نتقيت في المعلومات مع العبارة السكري إن شاء الله باشتفاء إلهام المرأة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلا بكتور ستشكر وما أنني تستطيع إجراء هل تستطيع إجراء هذا الأمر بإجراء اجراء السائدة أو رضي ما يجب الإجراء مرحلة ما عندما أجب أقول كنت لديك إجراء لك أن لديك العبارة السارة لديك لا يوجد مشكلة يطبق الشبر المياه لديك مال ما يمكن أن يأخذها بالليل؟ على زيت العوتي يأخذها بعدك زيت العوتي يأخذها على رقل لأنه يأخذ في الخنفة ويأخذ سبعة كمية بالنسبة للعصر ببطل من كشفة الدنيا الخدمة يأخذ من دخل الدار ويأخذ موقفل لعشام 8 ونصف ويأخذ نجين عصر لأنه ليس مشكلة لأنه يمكن أن نأخذ سبعة كمية يعني يأخذ العصر كمية ويأخذ المواد التي تكون بحل المعدنوس بحل المنبات القمح وحل المنبات الحلبة يركز على هذا الأكثر ويأخذ شعير ومياه ويأكل مكلة أخرى إلا شيء سيأخذ فضاره وهكذا إن شاء الله تكون ما هذه المدة تبعد؟ ماذا؟ ما هذه المدة تبعد زوجتك؟ يأخذ لديك الدولة ويأخذ لديك الدولة وإن يكون لديك الدولة ويأخذ الفرق؟ ماذا؟ الحمد لله لأني أقومنا بعمل الفرق في تحدي LIجل ، كما المدرق ناوصبه كديرا إن شاء الله نسيت techniques سبب الإفترنت ندرق شكرا لكم الشرطة أسكر أسكر أحد أخرى سمحي لي مرة أخرى إن شاء الله أسانا سيقول لك حانان من سمارع فكراني أستفق لكم قاد قلت درجة المساجات وأنا بغيت نسول الأستاذ يقول لي على واحد سيد عنده سكاري وعنده ألم ديال واحد لما الذي اسمتها زونا وقال له الطبيب رمع عليك غير تصبر وصافي هو حقا تتمشي الزونا ولكن تتخلي الألم يسلي مع الجاش فأول شيء أنه يتعلم الناس يأخذوا الماء والبصل سبع مرات في اليوم مع العسل سبع مرات في اليوم سبع مرات في اليوم سبع موالي الحيوانية والمعلبات يأكل أمور طبيعية كل ما كانش طيبه كل ما أفضل وذلك المكان يحاولون أنكتابلازم البيخة سيأخذوا إما التوم سلق بعض الحبات مثلا حسب الكبر البقعة مع شوية المعدنوس وشوية الإمان الحلمية ويتحنوا ويربطوا على المكان وإما يديروا مع شوية لعود المرجان إذن فأديروا البيخات يخليها في اليوم نجي نعس أو ثلاثة مرات في النهاب مع أربعة أشياء يخليها ساعة وفلي يديرها وينعس بها تصباح وحيدة هذا أسلوب الأتاليب أما لا بدأ بلا ساعة النحل حول الموحد يكون أفضل طيب سؤال دائما نحن على الماء والبصل وزيد زيد ومشي مشكلة سؤال عن المرجان تيقول لك واش يصلح لي أنا إلى ضغط نقص من صدقين واش عنده شي نافع عنده شي علاقة هو الغريب أنه الناس اللي يخدوه المرجان تيخدو مثلا جمع القات كبار مع كهاز الماء ويخدو مع العسل كلهم اللي يخدوه تيشهدو الشهادة الثالية أنه تقيا والدود ولصخ من الأمعة الجهاز الغضمي وهذا كله كذلك بنفس نتائج تكون غير الفقل يدير إيثان يغلي كهاز الماء ويدير في عقل البصل جمع القات كبار رجمع القات المرجان مع القات الياسل هذا غادي نكحت الجهاز التنفسي وإن شاء الله تكون بنتائج كبيرة نعم حسنا سأخذت تقلليك أصلاح لي الماء البصل وأنا حامل حمودة المائدة هو حمودة المائدة الماء البصل جيد الماء قلي بحضو كافي إذا كان الكيسان كبار للماء مغلي كل نص ساعة يديرى ٣٣٣٧ ٥٣٧ دي المرات وخصت في الاستعجال وعلاج استعجال بحضو في الماء البلاثة ستستعمله كل بطانة خضرة كل مغلق اقشار رمان يشربه في الحين وكل ساعة يجدد العملية وهكذا ان شاء الله ندبتو حموضة المعيدة بطريقة جيدة فقط انه قرس المفيد في حموضة المعيدة والمرجان كذلك ولكن مدى المرض حميل فقط ما مغللت فيه حالان سنين 30 سنة كذلك عندي السكر هذي خمس سنين كندير واحد أدوية مثل ليها لكن لانتوسو لمعرفة لي مطالعين الله يخليك أستاذ لانتوسو لمعرفة وكيف هي النصيحة اللي ممكن ساعتني ولم تأجيب الشقرة هذي الأدوية تتاخذ أحيان انتظر لانتوسو لانتوسو كبيرا ديال الانسويناء الكثمية تجارية على كل حال اللي احنا ليتهمنا هنا هو ديمن ديمن الانسان مني تيوحل ومن يعرفش تيستعمل الممغلي بوحده كافي كاس جوج ثلاثة كانت عنده تنسيوم زيانة تيستعمل ورق زيتون كانت تنسيوم طايحة ياخد شهد القرفة نص معلقة صغيرة مع شهد الموصفة كانت كان عادي ياخد الموصفة كانت شك ياخد غير الممغلي كاس وكنت ساعة ياخد كاس تبير الحمد لله او كربع ساعة إلا كانت حمد مسألة فيها استعجال وهكذا تمكننا ننقيه الدورة الدموية ونخفض السكري بطريقة بسيطة جدا فقط الانسان من يستمشل الاساليب القطحة او المزعجة الحاجة اللي تكون فيها فيها شك او فيها كيمويات القطحين فلذا انه ديمن الطبيب يعطيه حساب والعبار باش يكون انسان هذا وتانيا المغلي امين فتي قد سكري لانه تنقدر موسيقى 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 موسيقى